أزول أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيغت أو جذور الأمازيغية في هذه الحلقة وزي ما عودناكم وانطلاقا من جبل نفوسة بنتكلموا على جذر جديد ولها عدة معاني أغلبها يعني مرتبطة ببعضها وبعضها يحتاج شوية من الصبر باش على أقل نفهمه منين جو شن أصلا متعلم نقوله في جبل نفوسة يعني الأكل صامت نحن لما بنقوله مثلا يعني المعنى الأصل لهذا الفعل هو الفراغ أو الخواء اللي هو بيبليلكم بعدين شوية وكيف التحولات متاع الخواء والفراغ إلى الصامت ولغيرها من المعاني حيبان من خلال الحلقة يجب القول أيضا والتكرار كزي ما قلنا في حلقات سابقة عن اللغات الأفرواسيوية أن الجذور أو الجذر قد يحمل عدة معاني ويختلف بعضها عن بعض السبب في هذا الاختلاف في المعاني من جذر واحد هو أنها مغيلة في القدم كديمة شوية وبما أن اللغات أغلبها ما كانتش مكتوبة فهذا جعلنا نجهل الربط بين هذه الأفعال ما يمكننا فعله هو التخمين ليس إلا وزي ما تعرفوا علم اللغة هو يعني أشباه العلوم وليست زي الرياضيات واحد زي الواحد يساوي يكون بمعنى يعني تخمين عن علم مش هكي وخلاص نربط الأشياء ببعضها فهذا الفرق ما بين التخمين تخمين عن علم والتخمين هكذا بمجرد القول الاخرين على أيدي حال في جبل نفوسة يقال عن الأكل المملح يمسيسن يعني فيه تيسنت ونقول عن الناقص الملح إلام يقال كذلك عن الفاكهة مثلا التي لا طعم فيها تلام مثلا لكن هناك معنى أكثر توسعا لهذا الفعل فنجد مثلا في الأوراس وكذلك الريف أظن وهو الأقرب لنفوسه طبعا بالحيط نهم جموع يقال للشخص يقول لك مثلا الشخص لما تجيه للبيت مثلا أو جاء لبيتك وملقاك يقولوا تدرت تلام بمعنى البيت خاوي لم أجد فيه أحد أي جئتكم ووجدت البيت خاوي نحن خصصناها بالطعام لكن الأصل هو استعماها عن النقصان والخواء والفراغ في العموم فمثلا نجيبوا مثلا من أمازيغ الجنوب مثلا في هقار يقولوا للحاجة اللي مليهاش قيمة مثلا بمعنى الخاوي بمعنى عادمة الفائدة بمعنى عادمة القيمة يقال له ألم يعني ليس قيمتها وربما ربما باش نفهموا الفكرة هذي كلها نجو للنبات طارفوا هنا النبتة متاعة الجيز وأكيد بعثكم أكلها وتلاحظوا أن الطعم تها نوتخ بمعنى طبيعي لا حامض ولا حلو ولا حار طارفوا السالوري بالإنجليش ها الأكل هذيك اللي يأكلوا فيه في الدايت اللي عايش منكم في الغرب أكيد يعرفه يقال عن الجيز فيه طعم الطعم تها السالوري على فكرة لا يوجد طعم يقال عن الألامن عنها الأكلة هذي اللي هي الجيزة هذي تسمى ألامن ونأكلناها لما كنا صغار نرعوا في الغنم إيمكسا طبعا اللي يأكل منها هو اللب الأبيض هذيك طعمها حلو بس ننتكلم عن النبتة نفسها اللي هي تستعمل في الكوسكوس يعني بعدما تطبخ تطلع فيها طعمها أكيد يعرفها بعضكم يعني يا سكسون ألامن يعني في جبان نفسها تطبخ كثيرا ويوجد كذلك ألامن نزرزار وهي أيضا توقن المهمة عودة على موضوعنا ألامن هذه عشبة لا طعمة لها اللب واحدة طبعا كذلك تسمى ألامن من نفس الجذر هذا طبعا توسع هذه الكلمة بتاعة الاسم النبتة هذه توسع مثلا في الريف في شمال المغرب ألامن تطلق على المرعة تالمات هي المرعة ونجدها مثلا في الزناقة في جنوب موريتانيا يقال عن عموم العشب تيلميت حتى العشب اللي ما يأكل فيه الحيوانات وهو نفسها في الأوراس تقريبا ونجد كذلك الفعل عند الريف مرة أخرى لما الحيوان يأكل التبن والحشيس أي يكسا يكسا في التنوعات الأخرى يتلمام نقوله في تريفيت تريفيت ولا تمامنت اذا على ذكر الفراغ والصامت نجد مثلا كذلك نقوله هو عبارة عن قصب فاضي من الداخل الخاوي حتى خفيف وكذلك لا طعم له يقال له لوم وآلم نجد الكلمة وهذه شجرة أيضا مخصصة بهذا الاسم في تمازيغ تلمت في نوع من الشجرة تقريبا البوغيصة موجودة في كل شمال أفريقي تسمى بالعربية فصحى أظن الدردار نجد هذه النبتة مثلا أخذت من الأمازيغية إلى اللاتينية وراجعت مجموع المعاجم يقولون لا يعرفون أصلها في اللاتينية موجودة من الأمازيغية ومنها أخذت الكلمة الإنكليزية لنفس الشجرة اللي هي الدردار تسمى إير ألم نجدها مثلا في برنامج أطفال شهير ألم ستريت اللي هو معروف هذا اللي هو يسمى فيه المهم برنامج طبعا نجد كذلك فضلات القمح والشعير اللي هي القشرة هديكة اللي تقعد فاضية اللي يأخذ منها اللب وتقعد فاضية اللي حامتها تمت لومت اللي هي القشرة الرقيقة هديكة بل نجد القشرة عموما عند أهل المصاب تلميت بل أحيانا نجدها مرتبطة بلحاء الشجر لحاء الشجر أصبح اسمها أفرك في جميع تمزغة لكن أفرك هو حقيقة اللحاء الخاص بالفلين فقط الكورك هذك الفلين ولكن نجد تلميت تعني عموم لحاء الشجر وحنا نتكلم عن القشرة بها قشرة الرأس عند الإنسان شين يسموها كذلك تلميت اللي هو الأحزاز هذا يعني قصد فيها شيئ كثيرة مرتبطة به بمعنى القشرة بمعنى الفضاء بمعنى الخاوي بمعنى الذي لقي مثلا هناك معنى لطيف مرتبط كذلك بأزول اللي هو الطقس عندما ينزل السحاب للأرض ولا يحدث مطر يسمى رطوبة باللغة العربية هذه الرطوبة هي عمارة عن سحابة حقيقة واطئة يعني نازلة تحت فارغة بمعنى لا يوجد فيها مطر تسمى بالأمازيغية تلمت هذه الرطوبة مش فيه تاجوت هذه بالنسبة للنظر وفيه هي نفسها تسمى تسمى تلمت الرطوبة نفسها بل حتى مثلا يعني مثلا المكان لما يصاب برطوبة يلومت أولا نقول فيها أصبحت اسم هذه نفسها يلومت بمعنى هذا المكان الرطوب وأصبح مثلا قطر الند على فكرة نفسه تسمى تلموت وهذا طبعا في نفسها من عشرة أصبح يستعمل تلموت ولكن نجدها مثلا في معجم ودونت بن غادم من مدينة تيفرن المعجم نفسها يقول تلموت هي الرطوبة ونجدها في تنوعات على فكرة في تمزغة كلها كلمة تلموت نجد مثلا العفونة هذيك اللي تصيب اللباز مثلا والفراش يقال عنها يلمو أو تلموت لابة أي تعفنت طبعا فيه يلمو فيه يغمو آآ كذلك عليها هتفضل جذر آخر نتكلم عني في وقت آخر من النباتات يمكننا تذكر كذلك انطلاقا من النبات أو بعيدا عن النبات نتفكر الحيوانات فنجد مثلا بقر الوحش بقر الوحش يسمى مقارنة طبعا بالوقر البقر العادي الداجن يقال له لأنه مفيش شعر هذا بقر الوحشي أملس يقال عنه ألملوم أي الأمرد بدون شيء يعني مفيش شعر بل يقال كذلك على الشخص الأمرد الذي لا شعر له في لحيته ألم ياض هل سمي الجلد مثلا نفسه إلم بهذا الاسم لأنه إلام أي لا وجود للشعر والصوف به الأمر حقيقة يدعو للتسائر والافتراض خصوصا لو عرفنا مثلا كلمة تالسة اللي هي جز الصوف يلسا ومنها أخذنا إلس لعدم وجود أي شيء فيه يعني لأنها تتبع نفس المنطقة المهم أنا ما نقدرش نجزم هنا لكن هذا يدعونا للاستغراب حقيقة الفراغ كذلك مثلا تنحين الجلد وتكلم عن اللباس مثلا فيه فتحة يدعو فيها جماعة الصحراء سواء في الجيب من هنا أو جيب داخلي سري تسمى تالمت تالمت هذه الفراغ اللي هي نحدثه في التياب لنضع فيه كذلك هذا الفراغ الطويل اللي جبت اللي في الجنب يسمى تالمت وبما ما نتكلم عن الفتحة خلي نتكلم عن الفرضية ثانية اللي هي الفتحة أو الكوة في المنزل مثلا تسمى تالمت نعم تالمت بالميم وليس بالنون كما في نفسها وهذا في أغلب تنوعات بالميم وليس بالنون هل يمكننا افتراض أنها من نفس الجذر اللي تعني الفراغ في الحائط لإدخال الشمس والهواء مثلا احتمال كبير جدا أن يكون هذا هو الأصل متاعها تالمت ياليام ويعضبها حقيقة الفعل اللي موجود عند زواغة وأير مثلا آلم بمعنى افتح آلم افتح واثقب نجد كذلك الساحة مثلا أزغارت أزغارة اللي هي نقولولها في أغلب تمزغة الساحة تكون شاسعة ما فيهاش نبات ما فيهاش صخور ما فيهاش هضاب بما تسمى عند الأوراس تالونت هل هي تالونت بالميم كذلك بمعنى الفراغ والخواء يعني حقيقة أشياء تدعو للاستغراب آآ وهذا صبعا كذلك إذكرنا بتالومت آآ فاكل احفره كده اللي هي الغربال آآ يعني أشياء ربما تكون مرتبطة ببعضها في الزمن القديم جدا ووحني تنسينا ونسينا هذا الارتباط الحديث حقيقة لا ينتهي في هذا الجدر ولكن لا يمكن أن ننهي هذا الحديث بدون الحديث عن المعنى المعنى والمكتسب من هذا فمثلا الكلام الفاضي بالعامية أي الكلام الذي لا معنى له يقال له أول يلوم صد بل في القبائل عندما يقول إنسان كلام فارغ يقال له كذلك يتلم يخرج في الموضوع كلامه فاضي آآ في نفسه وزواره مثلا يقال للإنسان اللي ما عندهش ضماغه فاضي مش متعلم مش غاري غبي يقال آآ أه 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 وفيه مثل كثيرة فكرة مرتبطة بهذا الفراغ بكلمة تمتلمت آآ آآ حتى باش ما ننساش فيه مرض الحصباء اللومت آآ هل هذا اللي هو بوزقاغ ولا آآ أزقاغ إلى آخره هل هذا الحصبة مثلا آآ الطفح اللي صاير فيها آآ ولما يجف آآ يتحول إلى قشرة ويجف يسام له اللومت هكذا لا أدري ما هو الارتباط ولكن مثلا كذلك نجد مثلا آآ في الريف عندهم آآ آآ اللي هي آآ الطعام اللي يعطى للمتسول آآ الفائد مثلا آآ ما علاقته بما نحن بصدده آآ هل لها علاقة بالفعل فاضى كما مثلا آآ إليم آآ إليم الفعل اللي هو آآ اللي هو آآ آآ الفائد من القرناش يقولها إليم آآ عفوا آآ بمعنى أخفع آآ 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 بمعنى آآ الزائد منها نحيطها الفائد منها آآ طبعا هناك آآ آآ الحرف الصامت إليم اللي هو الأو هذا آآ إليم هو حرف خاول قيماتا له سمحوني طولت عليكم إلى هنا أكتفي من هذه الأشياء هو إلا هو هذا كفعل لو تفتحوا أي قموس مرتبط أو جذر مرتبط بكلمات كثيرة جداً وربما ندلوله حلقة خاصة أخرى عن معنى آخر من المعاني المرتبطة بهذا الفعل وزي ما قلت راهي في القديم الزمان مرتبطة ببعضها ممكن نتخيلوا كيف كانت مرتبطة ببعضها ولكن حالياً زي ما قلت هذا هو الظاهر من الأفعال المرتبطة ببعضها وروح حلقة جاية بنجيبه معنى آخر تنمرت منوه إلى حلقة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر